بسم الله الرحمن الرحيم معاكم المهندسة سماح عبد الفتاح النهاردة هنكمل شرح الساينز للصف الاول الاعدادي لغات احنا كنا في بيتش فورتي فايف سوري فورتي فور في المعاصر هنتكلم ثيرد ماتر اند موليكيولز ماتر اند موليكيولز المادة والاي والموليكيولز الجزائقات المادة والجزائقات تمام بيقول لي لو خدت نقطة واحدة من الواتر حلاقي مليونز في النقطة الوحدة دي اول حاجة اعرفها عن الموليكيولز ان هي هي جزائقات صغيرة جدا انا ما بقدرش اشوفها بالعين المجردة ولا حتى بالميكروسكوب العادي تاني حاجة بيقول لي ذا موليكيولز اف وان سابستانز ار الايك يعني للمادة الوحدة الموليكيولز بتاعتها ايه الايك يعني متشبهة تاني يبقى ذا موليكيولز اف وان خلو بالكم من كلمة وان اف وان سابستانز ار الايك اين بروبيريتز شبه بعض في البروبيريتز اكي but they differ from those of other سابستانز لكن هما مختلفين عن الموليكيولز of other سابستانز مختلفين عن جزيئات اي مادة اي مادة اخرى اكي يبقى the molecules of one سابستانز are alike هما شبه بعض اكي للمادة الوحدة لكن they differ from those of other سابستانز ولكنهم مختلفين عن الموليكيولز of any other سابستانز تمام طيب the molecules are composed of tiny structural units called atoms طب لو دخلنا جوه الموليكيولز نلاقي ااتومز ده اللي انا قلته لكم من الاول وإحنا بصينا على any matter من جوه لو بصينا على اي مادة من جوه مش هلاقي الاتومز طايرة لوحدها كده يعني مش هلاقي one atom one atom لا انا قلتلكو دايما حلاقي similar group of atoms مجموعات متشابهة من الاتومز دايما حلاقي الزرات ما اسكى في بعضها يئما one atom يئما two atom one atom دي ودي في حالات ندرة دايما بلائي two atoms or three atoms or four atoms and so on ودول اللي انا بسميهم molecules يعني الموليكيولز دايما بيبقى group of atoms اما بيبقوا بقى similar atoms اما بيبقوا different atoms دلوقت حنشوف ازاي بس تاني the molecules are composed of ten structural units called atoms كاي يعني جوه الموليكيولز في ايه في atoms الصورة هنا بتوضخ كاي ده الووتر كاي السيمبل بتاعه الكاميكال السيمبل بتاعه H2O دايما انا قلتلكو بكتب السيمبل of any matter كاي بايه بشكل الموليكيول كاي يعني السيمبل of any matter دام بيديني شكل الموليكيول جوه تمام يعني الووتر H2O يعني ايه H2O يعني الموليكيول of water ال one موليكيول of water عبارة H2O يعني ايه H2O ايه يعني ايه خرفين وبينهم رقم كاي طيب H2O H2O يعني two hydrogen atoms تمام O فيش جنبيها اي number كاي يبقي one oxygen atom تاني H2 يعني two hydrogen atoms ذرتين hydrogen O يعني one oxygen atom ذرة oxygen كاي كاي طيب بالشكل ده كده يعني انا لو دخلت جوه H2O هلاقيها عبارة عن موليكيول بالشكل ده كاي H2 hydrogen atom combined with one oxygen atom تاني H2 H2 hydrogen atoms combined with one oxygen اتم كاي ده شكل الموليكيول جوه H2O الموليكيول الواحد عبارة عن ايه زرتين هيدروجين متحدين مع زرة اكسجين كاي طيب واضح كده ان الهايدروجين الزرات بتاعته small كاي والأكسجين لإيه large atom كاي يعني زرات كبيرة وحنعرف بعد كده يعني ايه زرات صغيرة وزرات كبيرة كاي لكن هنا واضح ان الهايدروجين has small atoms والأكسجين has large atoms كاي لكن موليكيول of water is consist of two hydrogen atoms plus one oxygen atom تمام طيب هنا بيقول عفوا the difference in molecules of various substances is due to الف في المolecules of various substances للمواد المختلفة طيب الف بيكون بين المolecules of various substances a difference and three difference number one the number of atoms عدد الزرات the number of atoms زي ما قلت في molecule consist of two atoms في another molecule consist of three atoms في another molecule consist of three atoms and so on يعني number of atoms okay okay يعني المolecules مش بيتكون من عدد معين من الزرات لا okay في substance المolecules بتاعها عبارة عن two atoms في another substance خلوا بالكو another substance المolecules بتاعها بيتكون من three atoms يعني خلاص انا لو لقيت في one substance المolecules consist of two atoms يبقى حلاقي all the molecules in the same substance consist of two atoms okay يعني ما ينفعش جوه المدد الوحدة ألاقي مolecules متكون من two atoms مolecules تاني متكون من three atoms لا انا قلت ان المolecules of one substance are alike تمام انا بتكلم على المواد المختلفة يعني الووتر المolecules بتاعته المolecules H2O دول three atoms اهم دول three atoms okay طيب الاكسوجين المolecules بتاعه اسمه O2 عبارة عن ايه two oxygen atom only زرتين اكسوجين بس يبقى ده molecule consist of two atoms فهمنا اكي يبقى اول difference between molecules of various substances للمواد المختلفة نخلي بالنا number one the number of atoms عدد الزرات number two the kind of atoms يعني ايه kind of atoms يعني ايه نوع الزرات اكي زي ما قلنا في small atoms زرات صغيرة وفي large atoms زرات كبيرة وحنعرف بعد كده ليه او يعني ايه يعني فيه موليكيول بيبقى عبارة عن different atoms زرات مختلفة ده ايه حنشوفه بعد كده اسمه molecule of a molecule او compound او او بسميه compound molecule وفي molecule عبارة عن ايه similar atoms زرات متشبهة وده بسميه element molecule كلام ده هشرحه دلوقتي حالا اكي بس عايز اعرف تاني difference between او difference in molecules of various substances المواد المختلفة بيبقى ايه difference number one number of atoms عدد زرات الموليكيول number of atoms عدد زرات الموليكيول number two the kind of atoms انواع زرات الموليكيول هي similar ولا different اكي number three the way of combination together طريقة ارتبطهم مع بعض اكي تعالوا نوضح الكلام اللي احنا قلناه ده دلوقتي بيج بيج 45 بيقوللي kinds of موليكيول انواع الموليكيول تعالوا نشوف بقى انواع الموليكيول بيقوللي number one element molecule number two compound molecule يعني ايه element molecule يعني ايه compound molecule يعني ايه ويعني ايه compound اه nature في الطبيعة انا كل كل كلامي ده في الطبيعة انا ما تدخلتش على substance او المطر باي تدخل ولا chemical ولا nuclear ما عملتش اي تدخل على المواد اللي انا بتكلم عليها لا تدخل كيميائي ولا تدخل نووي ولا اي حاج كل ده بتكلم على substance in nature ايه المواد في الطبيعة انا انا لما باج ادرس substance in nature المواد في الطبيعة بلاقي element بلاقي عناصر element يعني عناصر يعني ايه يعني substance consist of similar atoms اكي مادة بتتكون من ايه نوع واحد بس من الزرات اكي فده اسمه ايه element عنصر وده the simplest form of ايه the simplest form of matter ده ابسط شكل للمادة بلاقيه في الطبيعة ابسط شكل للمادة the simplest form of matter بلاقي ايه element يعني ايه element يعني one kind of atoms اكي طيب زي ايه زي الاكسجن اكي يعني انا لما باج اشوف الاكسجن وادخل جواه واشوف molecules of oxygen ألاقيها ايه الاكسجن عبارة عن ايه oxygen atoms only زرات اكسجن بس اكي فده اسمه ايه ده اسمه عنصر اكي فالموليكيولز جواه بيبقى اسمها element molecule اكي جزيئات او جزيء العنصر element molecule يعني جزيء العنصر يعني ايه ده معنى ان انا حلاق الموليكيول برضو عبارة عن ايه one kind of atoms اكي يعني نوع واحد من الزرات اكي هو يعني more than one atom يعني الموليكيولز consist of more than one atom اكي يعني الجزيء بتاعه اكتر من زرات اكي ولكن كلهم ايه similar atoms اكي زي الاكسجن الاكسجن بلاء الموليكيول بتاعه عبارة عن او 2 عشان كده انا بكتب السيمبل بتاع الاكسجن O2 يعني الموليكيول of oxygen consist of two oxygen atoms اكي يعني جوه الاكسجن بلاقي each two atoms combined together اكي بلاقي كل زرتين مسكين في بعض وده شكل الموليكيول بتاعه اكي بس ده اسمه element molecule جزء العنصر عشان ايه عشان بيتكون only one type of atoms نوع واحد بس من الزرات تمام طب يعني ايه compound molecule في برضو في الطبيعة مطر بتبقى عبارة عن compound يعني ايه compound هي كده في الطبيعة بلاقي ها عبارة عن two or more elements combined together اكي يعني بلاقي المادة شكلها كده عبارة عن one element or more sorry two element or more بلاقي ها زي ايه زي ال H2O الووتر الووتر السيمبل بتاعها H2O كي يعني الجزء بتاعها H2O يعني المولكيول consist of two hydrogen atom one oxygen atom كي طب دول ايه دول two element هم عنصرين انا عندي hydrogen وعندي oxygen كي ده اسمه باقي compound مركب مركب كي اهي مادة في الطبيعة لو دخلت جواها هلائي two elements كي هلائي الhydrogen وال oxygen كي يبقى الووتر دي مش element الووتر دي compound مركب مركب ليه لانه عبارة عن compound of two elements كي هو مركب من عنصرين كي الhydrogen والأكسجن كي طيب ده معناه ان المولكيول of water اسمها ايه اسمها compound molecules كي جزيئات مركبة ليه لانها consist of more than and one type of atoms هي consist of two type of atoms كي لان المولكيول جوا الووتر consist of two type of atoms اللي هما ايه اللي هما الhydrogen والأكسجن كي فساعتها بسمي المولكيول ده او الووتر مولكيول بسمي ايه compound molecule compound molecule عشان هو عبارة عن two types of atoms تمام طيب number one the element molecule تعالوا نتكلم على element molecule بيقول لي هو the element molecule is formed of similar atoms ده اللي انا قلته similar atoms يبقى element molecule يبقى ده جزاء العنصر كي يعني ايه element يعني جوه هو one type of atoms نوع واحد من الزرات one type of atoms كي زي الاكسجين كده الاكسجين هو عبارة عن ايه similar atoms جوه اكي فده يبقى اسمه ايه molecule تاني the element molecule is formed of similar atoms one or more atoms سواء بقى two atoms or three atoms or four atoms ما يهمني ش العدد المهم انهم similar atoms يبقى دول ده اسمه element وطبعا الموليكيول جوه هيبقى اسمها element molecule element molecule خلاص that combined together اكي طبعا هو one or more atoms combined together اكي او similar atoms combined together بترتبط مع بعضه اه هو هنا بتزيني definition the element it is the simplest pure form of matter هو ابسط شكل للمادة ممكن نلاقيه في الطبيعة okay the simplest pure form of matter which can't be analyzed chemically into similar form ماينفعش ابسطه ابسط من كده بالطرق الكيميائية يعني هو ابسط شكل للمادة ممكن نلاقيه في الطبيعة ومش ممكن ابسطه بالطرق الكيميائية المعتادة تاني يبقى it is the simplest pure form okay ابسط شكل نقي للمادة it is تاني ثلاث حاجات هم وراء بعض okay it is the simplest pure form of matter simplest pure form of matter okay which can't be analyzed chemically into similar form مش مش ممكن تتبسط كيميائيا لشكل ابسط من كده which can't be analyzed chemically into simpler form okay by simple chemical methods بالطرق الكيميائية بقى البسيطة okay ممكن اعمل عليهم complex chemical methods اعمل عليهم معالجات كيميائية معقدة لكن دي ايه مش موضوعنا دلوقتي okay by simple chemical methods okay طيب هو هنا مديني examples لشان افهم okay بيقول ايه elements molecules formed of only one atom صح ده اللي احنا قلناه element لان element اصلا العنصر اصلا جوه one type of atoms okay يبقى بالتالي المolecules او elements molecules formed of only one atom okay هنا بيتكلم على number of atoms عدد الزرات بقى okay يعني احنا قلنا only one type of atoms okay طيب لو بقى لو element molecules دي consist of or formed of one atom ذرة واحدة بس one atom ساعتها بسمي monoeatomic monoeatomic molecule monoeatomic molecule يعني جزء احادي الذرة هو a molecule بلاي 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 المoeatomic جوه السابستانس دي عبارة عن one atom طبعا يعني ايه يعني one atom يعني ايه يعني monoeatomic ده باللاتيني monoeatomic يعني احادي صدرة تعالوا نشوف بقى monoeatomic molecule زي ايه قال لي في liquid mercury عندي بالنسبة liquid mercury ليه المolecule بتاع mercury شكله كده اكي hg hg ده مش معناه زرة hydrogen و و زرة g لا لا هو ده الرمز بتاعه باللاتيني اسمه باللاتيني يعني اول حرفين منه hg اكي بلاقي one atom only one atom فالmercule ده ايه monoeatomic molecule monoeatomic monoeatomic يعني زرة واحدة monoeatomic باللاتيني monoeatomic يعني زرة واحدة molecule يعني جزء احادي الزرة يبقى تاني انا دلوقتي بتكلم على monoeatomic molecule monoeatomic molecule جزء احادي الزر في liquid عندي mercury في noble gases او inert gases يعني ايه noble gases او inert gases يعني الغازات الخاملة يعني ايه خاملة يعني ما بتدخلش في اي chemical reaction ما بتدفعلش ابدا مع يعني ما بتدخلش في اي chemical reaction with other element يسمها noble او inert gases اسمها الغازات الخاملة او الغازات المثالية زي ايه زي الهيليوم النيون الارجون الكريبتون الزينون والرادون اوكي الحاجات دي اسمها ايه noble gases اوكي ودول six gases نحفظهم اوكي الهيليوم النيون الارجون الكريبتون الزينون والرادون دول noble gases طيب دول ايه دول monoeatomic molecules يعني ايه يعني الموليكيولز جواهم عبارة عن ايه only one atom only one atom زره واحدة بس يبقى noble gases دول ايه monoeatomic molecules الموليكيولز جواهم monoeatomic اكي يعني كلهم جزيئات احادي الزره هو a molecule بس ايه بلقي عبارة عن ايه only one atom وطبعا دي الحاجات ايه الندرة في الطبيعة اكي يعني دايما الموليكيولز بيبقى عبارة عن two atoms or more two atoms or more لأ عندي هنا ال noble gases هو عبارة هي عبارة عن monoeatomic molecules اكي والمركري بس الميركري ما بيبقاش تابع الجازز بيبقى تابع الليكود لانه عبارة عن سائل اكي يبقى الميركري monoeatomic موليكيول ايهم two atoms combined together يعني انا متوقعا ان انا الاقي two atoms اكي وهم similar to each other وعشان وبسميه diaatomic برضو dia باللاتين يعني اتنين diaatomic يعني سناء الزرة diaatomic يعني سناء الزرة دلوقتي انا هتكلم على element molecules يبقى طبعا فهمت انه ايه عبارة عن ايه similar atoms لكن بلاقيهم ايه each two atoms combined together كل زرتين مسكين في بعض اكي عشان كده بسميهم diaatomic molecules اكي جزيئات سناء الزرة اكي طيب ايه الاندي 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 حاجة اسمها البرومين البرومين السيمبل بتاعه br2 اكي ده اول يعني اول two letters من الاسم بتاعه دايما the first letter بيبقى capital والsecond letter بيبقى small اكي لا ده مش معناه ان في في زرات b وزرات r لا ده معناه هو ده اسمه br bromine اكي السيمبل بتاعه br2 يعني ايه br2 يعني الموليكيولز جوه عبارة عن two atoms اكي الموليكيولز جوه عبارة عن two atoms combine together بس كلهم من الايه من البرومين يعني bromine atom plus bromine او another bromine atom combined together فالموليكيولز بتاعه اسمه br2 وده اسمه ايه dia atomic molecule جزء سناء الزر dia atomic molecule طيب بالنسبة لل active gases يعني الغازات الناشطة يعني ايه active gases اللي هي enter chemical reactions easily بتدخل التفاعلات الكيميائية بسهولة اسمها active gases ايه زي ايه زي يعني all gases in atmospheric area يعني كل الجازز اللي حوالينا دي هي ايه active gases زي ايه زي الاكسجين النايتروجين الهايدروجين الكلورين اكي والايه والفلورين اكي طيب دي السيمبلز بتاعها بتتكتب ازاي او تو يعني الاكسجين السيمبل بتاعه او تو يعني ايه او تو يعني بلاء الموليكيول بتاعه عبارة عن two اتوم اكي وهم طبعا ساميلر لانه ايه element اكي ايلمنت يعني عنصر اكي يعني عبارة عن اكي only one اه مطر يعني مادة واحدة بس اكي او تو لكن الموليكيول عبارة عن تو اتوم اكي وعشان كده بسميه دايا اتوميك موليكيول دايا اتوميك موليكيول جزء سناء الزرة اكي النايتروجين السيمبل بتاعه كده ان تو يعني الموليكيول بتاعه عبارة عن تو نايتروجين اتومز تو نايتروجين اتومز عشان كده بسميه دايا اتوميك موليكيول طيب الهايدروجين اتش تو اكي نفس الكلام الفلوراين في الفلوراين في اف ال تو اكي اه وهنا عمل لي نوتبوك بيقول لي نمبر وان the موليكيول of اكتيف جاز طبعا دا اللي عرفته عرفت ان الغازات الناشطة عبارة عن دايا اتوميك موليكيول جزء سناء الزرة كي ودا اللي عرفته قبل كده النوبل جاز الموليكيول بتاعتها هي مونو اتوميك مونو اتوميك يعني جزء احادي الزرة كي اكسامبل اكسوجين موليكيول از ان اكتيف جاز طب تعالوا نشوف الموليكيول بتاع الاكسوجين شكله ازاي الاكسوجين بيبقى كده اكسوجين اتم بلاس اكسوجين اتم يديني ايه اكسوجين اتم انصر بس سائل يبقى الميركري liquid element which is composed of one اتم مش انا قلت كده ان الميركري ده مونو اتم موليكيول يعني ايه consist of one اتم وعشان كده سميته monotomic monotomic باللاتين يعني زرة واحدة while bromine او bromine bromine is the liquid element برضو liquid element برضو عنصر سائل بس مختلف ايه الموليكيول بتاعه composed of two atoms اكي two atoms وعشان كده سميته البرومين او البرومين diatomic molecule diatomic molecule تمام طيب في page 46 هنتكلم على number two the compound molecule طبعا احنا قلنا nature بلاقي في matter او substance عبارة عن compound compound يعني مركب يعني ايه مركب يعني two element or more بلاقيهم كده في الطبيعة two element of more بلاقي مادة هي مش عبارة عن element لا بلاقي ها compound مركب يعني ايه compound يعني two element or more عنصرين او اكتر اكي بيقول لي ايه the compound طبعا وجواها هيبقى الموليكيولز بتاعها اسمهم ايه اسمه compound molecule عشان عشان المطر اصلا compound طيب فبلاقي the compound molecule is formed of different atoms اكي زرات مختلفة اكي عشان هي الكمباون ده جوا different elements عناصر مختلفة اكي تمام عشان كده سميته compound مركب يبقى the compound molecule جزء المركب is formed of different atoms تاني different atoms يعني زرات مختلفة that combine together مرتبطة مع بعض بيقول لي ايه the compound is definition بتاعه it is a substance هو مادة which is formed from the combination ارتباط of atoms of two or more different elements اكي هي مادة في الطبيعة هي substance بس هي formed from a different او combination of atoms ارتباط زرات بس زرات ايه of two or more different elements زرات عنصرين او اكتر اكي تاني الكمباون هو substance مادة كده بلاقيها في الطبيعة substance form from ايه اكي combination of atoms ارتباط زرات بس الزرات دي مش لون element لا 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 هي combination of atoms of two or more different elements اكي which constant weight ratios with constant weight ratios بايه بنسب اوزان سبتة اكي with constant weight ratios اكي تعالوا نشوف زي ايه بيقوللي ال example بيقوللي compound molecule number one hydrogen chloride molecule hydrogen chloride molecule واضح كده من الاسم بتاعه من قبل ما اروح اسمه hydrogen chloride يعني عباره عن two elements او hydrogen and chloride hydrogen chloride molecules ده انا بلاقيه كده في الطبيعة هم two elements دول مرتبطين مع بعض ومكونين ل compound ده hydrogen chloride واضح انه هو ده compound مش element اكي اه بيقوللي it consist of two atoms تمام هم two atoms اكي بس طبعا different اكي two different atoms ل two different elements اكي two different atoms to different elements اكي يقوللي it consist of two atoms of two different elements اهو عنصرين مختلفين اكي عندي hydrogen atom hydrogen atom زرة hydrogen كده وشكلها هي small اكي hydrogen atom وعندي ايه chlorine atom chlorine atom واضح ان هي large atom اكي طيب يبقوا الاثنين كده بلاقيهم عاملين كده hydrogen chloride molecule hydrogen chloride molecule يعني انا لو دخلت انا بلاقي عندي substance كده في الطبيعة اسمها hydrogen chloride لو دخلت جواها الاقي المolecule شكلهم كده اكي one hydrogen atom one chloride atom اكي مسكين في بعض ومرتبصين انا ما اتدخلتش ما عملتش اي حاجة اكي بلاقي hcl اكي شكلهم كده ده اسمه ايه ده اسمه compound molecule اهو molecule بس compound يعني ايه compound يعني في two elements اكي هو عبارة عن two atoms of two different elements اكي ده اسمه compound molecule طيب water water molecule اكي جزيء المية water molecule شكله ازاي it consist of three atoms اهو molecule بس ايه three atoms عبارة ايه ثلاث ذرات three atoms of two different elements برضو بس هما مش متشابين دول two different elements لعنصرين مختلفين ازاي بقى اهو عندي two hydrogen اتومز انا بلاقي كده two hydrogen atoms plus one oxygen اتوم اكي بلاقي شكل الموليكيول عامل كده وعشان كده انا سميت الووتر السيمبل بتاعه H2O H2O بلاقي جوا كده one oxygen اتوم ماسك فيها two hydrogen اتومز اكي ده طب واضح طبعا ان ده compound molecule اكي ده جزيء مركب او جزيء المركب compound molecule اكي عشان دول two different elements طيب هنا number three بيقول ammonia molecule ammonia molecule جزيء الامونيا اللي هي بنسميها النشاد اكي تعالوا نشوف الامونيا molecule شكله ايه بيقول it consists consist of four atoms اهو molecule consist of four atoms اول مرة يقبنا molecule of four atoms اكي طيب لكن هوا هما مش similar الفور atoms دول مش similar مش شبه بعض اكي بيقول ايه of two different elements دول عنصرين مختلفين two different elements ومدام بقى more than one element اكتر من one element يبقى compound على طول يبقى ده compound molecule يبقى ده جزء مركب او جزء المركب بلاقي عبارة عن ايه الامونيا molecule ده بلاقي three hydrogen atoms اهو plus one nitrogen atom اكي يبقى هما four atoms بس not similar عندي three hydrogen atoms مرتبطين مع ايه one nitrogen atom بالشكل ده يعني انا لو دخلت جو الامونيا اكي حلاء molecules شكلها كده حلاء one nitrogen atom وطبعا واضح ان هي large atom اكي ماسك فيها three hydrogen atoms واحنا عارفين ان الhydrogen has ايه small atom زرات صغيرة كده اكي حلائي الموليكيول او في امونيا شكله كده وعشان كده انا بكتب الامونيا بالسيمبل ده h3n h3n ايبقى انا فهمت من السيمبل بتاع الامونيا هو عبارة عن three hydrogen atoms plus one nitrogen atom اكي وزيء المركب عشان قوة two different elements انا عندي two different elements عندي الhydrogen وعندي الnitrogen جايب لي هنا comparison between element and compound عمل لي مقارنة بين element وال compound العنصر وال المركب طيب points of comparison number one definition element it is the simplest pure form of matter ابسط شكل للمادة ممكن الاقي في الطبيعة it is the simplest pure form of matter which can't be analyzed chemically into similar form وما اقدرش احلله لشكل ابسط من كده which can't be analyzed chemically into similar form by simple chemical methods بالطرق الكميائية البسيطة طيب تعالوا نشوف الكمباون الكمباون بيقول لي it is a substance which is formed from the combination of atoms of two or more different elements ok تهميني بقى الحتة دي of two or more different elements وعشان كده نسميته compound مركب ok لانه عبارة عن combination of atoms اتحاد ذرات بس ذرات لإيه بقى هي مش similar atoms لا مش داي بعض combination of atoms بس of two or more different elements combination of atoms of two or more different elements with constant weight ratios بإيه بنسب أوزان سبت ده إيه الكون دي عندي with constant weight ratios ok تاني الكون هو substance ماشي طب ما لها substance دي which is formed from بتتكون من ok combination of atoms of two or more different elements with constant weight ratios ok طيب بعد كده بتكلم على الاتوم element similar طبعا الموليكيول بتاعه عبارة عن ايه similar atoms طيب الايه الموليكيول بتاعه عبارة عن different atoms ok لأنه هو في different elements ok لكن ده في element واحد ok ده في different elements يبقى الاليمينت هنا الاتوم similar كل الزرات جوا شبه بعض لأنه element ok هنا بالنسبة للاتوم هتبقى different تمام طب بعد كده مديني عندي زي ايه كتب لي الهايدروجين الاكسجين الالومينيوم and سالفر اكي اه جايب جازس وجايب ايه سالد اكي طب الهايدروجين اكي ده ايه ده جوا كلها شبع بعض وهي هايدروجين اكي طبعا ويبقى الموليكيول بتاعه اسمه ايه اه طب الاكسجين نفس الكلام الالومينيوم انا لو دخلت جوه الالومينيوم مش حلاقي الا زرات ايه بس اكي مش حلاقي اه ايه المنت تاني يبقى الالومينيوم ده هي المنت اكي وتبقى الموليكيولز جوا اسمه الموليكيولز عندي السالفر الكابريت اكي السالفر هو عبارة جوا سالفر اتومز جوه زرات كابريت بس وعشان كده السالفر ده المانت طيب مديني اجزامبل عالكمباون الووتر طبعا دي اشهر حاجة ليه لو دخلت جوه الووتر حلاقي هايدروجين واكسوجين ادي تو المانت يبقى الووتر دي بقت ايه بقت كومباوند اكي المركب ده الاسمه هايدروجين كولورايد لو دخلت جوه حلاقي هايدروجين وكولورايد حلاقي المانت اسمه هايدروجين وإلمانت اسمه الكولورايد يبقى ده ايه كومباوند الكاربون دايوكسايد الكاربون دايوكسايد مش الكاربون لوحده الكاربون لوحده لو دخلت جوه الكاربون هو المانت حلاقي ايه حلاقي كاربون اتومز اونلي لكن ده كاربون دايوكسايد ثاني اكسيد الكاربون ده اللي احنا بنخرجه في الايه في التنفس اسمه كاربون دايوكسايد لو دخلت جوه حلاقي carbon atoms وحلائي oxygen atoms حلائي carbon وإكسوجين يبقى خلاص carbon dioxide ده جواته elements يبقى هو اسمه compound and ammonia الامونيا اللي احنا لسه قلنا عليها دلوقتي اللي هي السيمبل بتاعها H3N لو دخلت جوه الأمونيا كده حلائي hydrogen وحلائي nitrogen ok الhydrogen ده element والnitrogen ده another element يبقى هو two elements يبقى ده الامونيا دي ايه compound مش element تمام ذكروا درسك ده كويس ان شاء الله المرة الجاية حنبدأ في ال atomic construction التركيب الزري تمانياته ليكم بالتوفيق لو عجبكم الفيديو like و subscribe عشان نفيد اكبر عدد من زميلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته